وحينئذ الملائكة عالم والأشجار عالم والحيوانات عالم والأسماك عالم وكلها قد رباها الله جل وعلا فكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم وبالتالي أكر بأن نعم الله علي متوالية وأن الله هو الذي رباني وهو الذي تولى شاني وهو الذي رزقني وهو الذي يصرف شوني فإن قيل لك من ربك فقل ربي الله فالرب هو المنعم الذي يرب الخلق بنعمه فربي الله الذي رباني وربا جميع العالمين بنعمته فنعم الله تترى علينا في جميع أحوالنا وجميع أزماننا ولذلك كان سبحانه هو المستحق وحده للعبادة ولذا فهو جل وعلا معبودي الذي أتوجه إليه بأنواع العبادات بحيث لا أعبد أحدا سواه فليس لي معبود غيره جل وعلا ثم استدل على ذلك بسورة الفاتحة في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين فالحمد المراد به الثناء بالجميل وبالأوصاف الحسنة فالثناء الكامل الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه لله وحده ليس لأحد سواه بخلاف غيره سواء كان من الناس أو من غيرهم فإن الثناء عليهم لا يكون ثناء كاملا تاما وإنما يعتريه نقص بوجه من الوجوه فهو لله رب العالمين أي الذي خلق العالمين ورباهم بأن جعل نعمه تترى عليهم حتى تربوا عليها والعالمين جمع عالم وهو جميع المخلوقات بأنواعها وليس المراد هنا مقصورا على الجن والإنس لأنه جمع كلمة العالمين ولم يجعلها على سبيل التثنية وحينئذ الملائكة عالم والأشجار عالم والحيوانات عالم والأسماك عالم وكلها قد رباها الله جل وعلا فكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم وبالتالي أكر بأن نعم الله علي متوالية وأن الله هو الذي رباني وهو الذي تولى شاني وهو الذي رزقني وهو الذي يصرف شوني ترجمة نانسي قنقر